يواصل المواطنون توافدهم على أجنحة معرض مستلزمات المدارس الذي تقيمه محافظة القاهرة بالتعاون مع الغرفة التجارية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد بالمعادي وبمشاركة أربعين عارضا لمستلزمات المدارس والجامعات ضمن جهود الدولة للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية مع قرب حلول العام الدراسي الجديد تستمر أجنحة معرض مستلزمات المدارس الذي تقيمه محافظة القاهرة بالتعاون مع الغرفة التجارية في استقبال الجمهور بشارع الخمسين بالمعادي مساعة ألف متر المحافظة مغفرة لنا بالاشتراك مع الغرفة طبعا الكلام ده كله مدعوم من الغرفة ومن المحافظة البرتشنات أو الأجنحة فيه في سبيل انه هو يبقى فيه دعم للمواطن الناس دي مصانع فبتنزل شغلها بالجملة ما فيش نسبة مكسى وبيبي بالجملة في سبيل انه برضو يعني يطلع الراكد اللي عنده وفي نفس الوقت منافس بيع جديدة نعرض منتجات بسعر مميز عشان الناس تيجي ايه تشتري برضو تخفيف عن ايه عن الاهالي والمواطنين اهالينا برضو المعرض المقام على مساحة ألف متر يشارك فيه أربعون عارضا من بينهم عدد من شباب الخرجين لتوفير احتياجات الطلاب بسعر ملائم وتخفضات تبدى من ثلاثين بالمئة وحتى الخمسين بالمئة طبعا هي فكرة كويسة جدا وحاجة كويسة ان انا بدل معه ده لفة او بدل منزل اماكن بعيدة عشان اشوف حاجة ارخص او كده فهو موفر لنا كل الحاجات زي والله يومما لما قالوا لنا ان في معرض زي كده ما صدقت بسما جيت شفت الارقام والاسعار لقى كل حاجة موجودة واسعارها كويسة ومنافسة الحمد لله المستلزمات كلها موجودة ومتوفرة واسعارها كويسة والحمد لله ربنا يسهل ان شاء الله وتبقى سنة سعيدة على الجميع معارض اهل المدارس منتشرة بكافة احياء ومناطق العاصمة وتضم مستلزمات المدارس والجامعات من الادوات المكتبية والحقائب والملابس اغلبها صناعة مصرية مع الاستجابة بمد فترة المعرض لتحقيق الاستفادة لكافة المواطنين